كنت حدريك بتحكي على المستنصر وفكرة أنه لا البلد كان فيها خير بس كان فيه فوضى فوضى وظلم خلت الفلاح يسيب أرضه ويمشي لما ضبطته قلت له تعالى قاعد وزرع وكل وبيع وما فيش درائب شهرين البلد كان بتاكن مصر فيها خير كتير جدا على فكرة جدا مصر فيها خير كتير جدا مصر كانت أيام الاحتلال الروماني بتأكل روما أمها أنا بكلمك من ألف سنة ألفين سنة بالضبط اللي هو الزراعة قد كده كانت الأرض الزراعية قد إيه وعد سكان قد إيه وسكان ما يجوش 2 مليون ده في مصر من بحرية لإبليها فتخيالي أنت كنت بتأكلي أوروبا لما يبع عندك 100 مليون وبتزرعي وأرضك دلوقتي أكتر والأسمدة والبتاع والتقاوي والمحسنات والصوب والدنيا تغيرت الخير يقل لا الخير يتسرق بس ما بيقلش فإحنا في معركة في معركة لازم الحكومة تخش في النص تحجز تخلص تخلص هي يديتها 3-4 محلات يتقفلوا كله هيلم تعابينوا على فكر محلين يقفني محلين بس تمتابع قصة السودة وسعر الدولار لا ده هو بيعمل إيه إيه الدولار النهاردة بـ 70 يقول لك بصي مكرة هيبقى بـ 75 يوم بكيس الماكرونة بيقول كده أبو 10 جنيه هيبقى بـ 80 أنا بقى هبيعلك أبو 80 لا ده حصلت إيه يوم الخميس الناس كتير حكولي المحلات قفلت الساعة 7 قال لك عشان بكرة هيغلى فأنا مش هبيع ولما تقولي له يا عم إيه ده يقولك والله أنا مش عايزك تشتري أي يعني يا ريت ما تشتريش يا ريتك ما تشتريش عشان أنا هبيع وبكرة هو قال لك ونس حكيت لي وقع أثق فيها السلعة دي بالـ 70 جنيه وحضرتك لو مخداش على يوم الـ 2-3 هتبقى بـ 180 جنيه دلوقتي بقى بكرة عايز تخدها أخدها مش عايز تخدها تعالى يوم الـ 2 خدها بـ 180 جنيه بالضبط ده فيه كمان موضة تانية دكتور الأميس تدخلي تلاقي سعر السكر 27 جنيه 28 جنيه على الكيس طيب عايزة بلاش سكر علبة دواء سعرها 150 جنيه على الكارتونة بتاعت الدواء كام يا عم يقولك 180 ليه يقولك هو ده سعرها بس ده سعر يقولك على السيستم غير ده لا ده هم دول حرامية معلش لما أخذ الأدوية لسه هتزيد لستة الليستة فيها 1500 دواء أي حيزيده كمان أسبوع اللي هو الرسمي 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 إنما اللي بيقولك فهيطر يزود عليها تاني هيزود اللي زوده ده بقى سرقة هيزود الحقيقي طبعا فيه ناس بتيجي على الأدوية برضو نفس المكارونة والسكر أي ترجمة نانسي قنقر